تعرضت حاكمة الراية غوضة لوبي براس حاكمة الراية في مباراة ريال بتيس ضد أتليتك بالباو في الدوري الأسباني لإصابة بلاغة في الرأس بعد أن استضمت في كاميرا الملعب وأصيبت حاكمة الراية بعد ما سجل فريق ريال بتيس الهدف الأول في الدقيقة 13 من بداية المباراة وبينما كانت تتابع كرة الهدف استضمت حاكمة الراية بالكاميرا وسقطت على الأرض ونزفت دماء وتم علاجة على أرض الملعب لكن اضطرح حاكم مباراة رئيسي إلى استبدال حاكمة الراية غوضة لوبي براس بالحاكم الرابع للمباراة واستقنفة المباراة والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد